قرية الصيار بمديرية الصلو حيث نتواجد الآن أكثر قرى المديرية تعرضا للتدمير والنهب من قبل الميليشيات الانقلابية منذ أن تمكن الجيش الوطني في اللواء 35 مدرع من تحرير هذه المديرية نهاية شهر يناير الماضي لم يتمكن المواطنين من العودة إلى قرائهم حتى هذه اللحظة بفعل الدمار والخراب والنهب الكبير الذي تعرضت له منازل هذه القرية حيث تدمر عدد كبير منها تدمير كلي وأخرى تدمرت بشكل جزئي ونهبت كل محتويات هذه المنازل حتى الطيقان أو الشبابيك والأبواب تضررت بفعل القصف وأيضا خربت ودمرت من قبل الميليشيات الانقلابية المواطنين الذين كانوا يقطنون هنا هجروا من منازلهم بقوة السلاح أكثر من 160 أسرة تم تهجيرها من قبل الميليشيات الانقلابية ولم تتمكن من العودة حتى هذه اللحظة بفعل الدمار الكبير الذي تعرضت له قراء أو بيوت هذه القرية أيضا زرعت الميليشيات الانقلابية في هذه القرية المئات من الألغام بمختلف أنواعها الفريق الهندسي التابع للواء 35 مدرع تمكن من انتزاع مئات الألغام وما تزال هذه الحقول الزراعية مزروعة بمئات الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية ولم يتمكن المواطنين من العودة إلى منازلهم أو حتى حراثة أراضيهم التي تشاهدونها الآن بفعل ألغام الميليشيات التي زرعت بشكل كثيف وعشوائي فوازي الحمادي قناة بلقيس تعز ترجمة نانسي قنقر